لم يغب الشأن الإيراني عن مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على شبكة CBS الأمريكية حيث وجه ولي العهد السعودي عددا من الرسائل تخص الشأن الإيراني وأكد ضلوع نظام الولي الفقه في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإيواء الإرهابيين من مختلف دول العالم تأني آية أن تصبح كامetrات عاصبة النبيdefense التي حدودها حブ أيضًا لنفترح personas ت Roberta المنزل ألف وتسعمائة وتسع وسبعون تلك السنة المشؤومة التي كانت بداية لعهد دموي دولي آخر بعد عهد زعيم النازية أدولف هتلر ولكل زمان دولة وديكتاتور ومع تقدم العالم اختار النظام الإيراني الرجوع لعقيدة الأئمة لفرضها على الشعب قبل أن تخرج للمنطقة أجل فرضت لأنه استحالة أن تنطلي على الشعب خدعة منصب الولي الفقيه الذي ينوب عن الإمام المنتظر كيف يمكن للعالم أن يتعامل مع نظام كهذا وأي مواثيق وقوانين دولية ستلزم هذا النظام الذي لا يحتكم سوى لعقيدته الخاصة به بعد سلبه لثورة الشعب أخذ الولي الفقيه نشر مفهوم منصبه الجديد باستخدام القوة من خلال أنصاره المستترة نياتهم خلف عباءة الدين حتى تمكن من بسط السيطرة على الداخل وحين انتقل للخارج أخذ الولي الفقيه يستقطب أنصاره بالمذهب الديني كما أن عقيدته عمدت على احتواء ما ينسجم معها بمذهب الإرهاب وهذا ما دفعه لاحتواء عناصر القاعدة وزعمائها من الصحر قاعدة إلى اليوم الكثير من الأوكايدة الأوكايدة يتبعون في إران ويقترون أن يتسرمهم إلى للعرض ويقترون أن يتسرمهم إلى المعادي هذا المتحدث في أفضل من الصحة لسي قدر صوت أصب أسامة بشكل أحد الأكايد للأسامة يتحدث في إران ويقوم بعمل من إران يكون مرغباً من إران تحدث أولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلته مع قناة سي بي أس الأمريكية عن خطورة النظام الإيراني وتأثيره السلبي على المنطقة ككل وتطرق محمد بن سلمان بحديثه لجوانب عدة تتعلق بدور هذا النظام في تدمير المنطقة من خلال مشروعه التوسعي كما أنه تحدث عن مدى قوته الاقتصادية والعسكرية والتي لا يمكنها أبدا أن تنافس المملكة العربية السعودية إيران ليست سعودية عندما يستولي نظام الولي الفقيه على معظم الناتج المحلي الإيراني لتمويل عملياته الإرهابية فإن العواقب وخيمة على أهداف النظام كون ذلك يستنزف من ميزانية الدولة المعلنة والخفية وبسبب ضعف جاهزية وعتاد جيش النظام فقد اتجه نحو سياسة التجنيد المذهبي والحرب بالوكالة بدلا من المواجهة هذه هي إيران وهذه مساعيها التي يرفضها شعبها والعالم بأسره